السلام عليكم اليوم نحتفل بمناسبة غالية جدا وهي وصول قناتنا True Gaming إلى نصف مليون مشترك طبعا الفضل لله وحده سبحانه وتعالى ثم الشكر لكم جميعا أنتم جماهيرنا متابعين اللي شجعتونا خلال السنوات الماضية كلها عشان نوصل لهذا الرقم المميز وبهذه المناسبة قررنا نحن نسوي لكم فيديو في عشر حقائق عن True Gaming يمكن كثير منكم ما كان يرفع عنها والحين خلوا لا نبدأ أول وحدة من الحقائق اللي نبني نتكلم عنها اليوم هو أن قناتنا هي أطول قناة مستمرة في مجال الألعاب والحمد لله بدأنا قبل 11 سنة هذه القناة وإلى اليوم مستمرين طبعا مرت علينا فترات كثيرة ومتغيرة لكن الحمد لله استمرنا إلى يومنا هذا ولا زال شغفنا الأول والأخير هو الألعاب والحقيقة الثانية كثير منك ما كيدي تساءل إيش أول فيديو حن نصورنا للقناة أو تصور القناة طبعا الفيديو هذا كان فيديو تقطية لعبة بيس 2009 وكان في المنطقة الشرقية كانت بطولة للعبة بيس كانت شعبيتها أكثر من فيفا وكانت على مستوى المملكة وكان في جولة للمنطقة الشرقية وهذا كان أول فيديو حن صورناه بنفسنا يعني مو لقطات فيديو رفعناها على القناة لا فيديو حن صورناه بنفسنا وكان الزميل يوسف النفجان طلع فيه وقدم التغطية من ذاك المكان الحقيقة الثالثة هي عن أول معرض للألعاب ومن بتغطيتها طبعا لذاك الوقت سالفة السفر ما كانت سالفة يعني سهلة وبالتداول اللي نشوفها الحين الإعلاميين الحين ما شاء الله يروحون كل مكان لكن على ذاك الوقت كان أول معرض للألعاب فعلي يصير عندنا كان معرض جيمز 2008 طبعا 2008 حضرنا حضور عادي لكن جيمز 2009 سوينا لها تغطية خاصة والتغطية هذه طبعا كانت من دبي وتشوفونا أنا وعمر العمودي مؤسسي موقع لترو جيميك طالعين في الفيديو ونسوي لكم التغطية والله شكال لكم قديمة دي محمد والحقيقة الرابعة عن معرض E3 كثير من الناس أو الجيمرز يتمنون يروحون معرض E3 وكانت أول مرة نروح لها كان سنة 2010 يعني قبل 9 سنين وطبعا لنا الفخر جدا في ترو جيميك أننا أول موقع إعلامي عربي يحضر معرض E3 وهو أكبر معرض العاف في العالم في لوس انجلس وقدمنا له التغطية ذيك السنة ومنها ولكل سنة بعد هذه السنة إلى يومنا هذا ونحن قاعدين نروح ونغطي معرض E3 وكل مرة الفريق حقنا يكبر ونقدم لكم تغطية أروع لأكبر معرض واحتفالية للألعاب في العالم كله طبعا البودكاست أو البرامج النقاشية موجودة في كل المجالات مو بس مجال الألعاب وإحنا فخرين في ترو جيميك أننا أول من قدم بودكاست صوتي للألعاب على موقعنا ترو جيميك لكن أيضا قدمنا برامج البودكاست اللي تتصور بالفيديو وكانت موجودة من زمان من أيام افتتاح قناتنا وهذا كان أول بودكاست نصوره كان في سنة 2010 ونقدر نشوف مجموعة من الشباب يطلعون معنا في هذا البودكاست طلعنا أكثر من شخص كله كله نقوم واحد واحد من الاشخاص اللي طلعوا معنا الزميل العزيز فيصل السيف ووقتها تقدرون تشوفون كيف كانوا مربرب أكثر من رحيم يوووو كم تغير وقتها وحقيقة السادسة أننا نسوينا أكثر من مئة لقاء مع أكثر من شخص مشهور في مجاله منها شخصيات جدا ضخمة في مجال الألعاب مثل أندرو هاوس من سوني أو مطورين مثل ديفيد كيج وديفيد روتر وشخصيات من مجال الترفيه مثل جهاد الأطرش وسامي كلارك عرفناهم كثيرا في مجال أفلام الكرتون وأيضا بعض الشخصيات المشهورة في المجال الرياضي مثل لقائنا مع عصام الشوالي المعلق المشهور الحقيقة السابعة بتكون عن أعلى فيديو مشاهدات بس نبدأ بحقيقة ثانية اللي هي أقل فيديو مشاهدات وكان أقل فيديو مشاهدات 270 مشاهدة وكان الواحد من المؤتمرات اللي حضرناها في أول معرض ألعاب غطيناه في مدينة دبي طبعا وقتها ما كانوا الناس مهتمين بالمؤتمرات والأشياء كذا اللي فيها بزنس لكن أعلى فيديو مشاهدة موجودة الآن تجاوز مليونين مشاهدة ووصل حاليا مليونين ومئة ألف ولازال في تصاعد وهو الفيديو اللي كان مقارنة بين الإكس بوكس وبين البلايستيشن فور برو طبعا والإكس بوكس وان اكس في سرعة التشغيل وكان أداء زميلنا عمران الحازمي ولطاني عمران الحقيقة الثامنة أن قناتنا ما فيها وجه مميز لها بالعكس جاونا ناس كثير يروحون ويجون وكل واحد قدم اللي أكثر من اللي عنده ولي عنده وهذا الجميل في قناة تروغيمك احنا ما حبينا أن يكون فيه شخص مربوط في القناة مثل كثير من قنوات اليوتيوب بشكل عام عالميا حبينا القناة يكون فيه وجوه كثيرة وتناوب أشخاص كثير في العمل معنا منهم نوافر نغموش أحمد بن محفوظ عادل بجنيد وغيرهم كثير طبعا ما يسعني أني أقول أساميهم كلهم لكن أكيد نشكرهم في هذا اليوم لأن جزء من هذا الإنجاز كان العمل اللي قدموا كلهم على قناتنا فيعطيهم العافية الحقيقة التاسعة تخصني أنا وفهد تقريبا لأن القناة زي ما قلنا لها 11 سنة وإحنا كنا موجودين فيها من سنوات طويلة فتقدروني تشوفوا معانا الحين بنعطيكم بعض اللقطات على مر السنين عشان تشوفون قد إيش الفترة كانت طويلة شوفوا شكلي أنا وفهد كيف تغير مع السنوات هذه كلها محمد ماينا بنرجع للدارك سايد هذا ومو بس أشكالها تغيرت حتى المكان اللي نصور فيه تغير أكثر من مرة أكثر من مرة كان أول شيء في الرياض أكثر من ثلاث مرات وكل مرة يتغير وها طبعا يكلفنا مجهود وعمل وشغل لكن الحمد لله قدمنا أكثر من قدر عليه وقدرنا نمشي صحفي هذا المكتب الثالث اللي نصور فيه في مدينة الدمام غيرنا مكتبنا ثلاث مرات في مدينة الدمام قد مرة كنا في دبي لمدة سنة ونص وأيضا صورنا من هناك أنا والزميل عمر العمودي مواجدة السعدي وأيضا كان لنا أيضا مكتبين مختلفين صورنا فيهم في الرياض فدائما نغير ودائما نحب نعطيكم أجواء جديدة للتصوير والمحتوى اللي نقدمة نتمنى الحقائق العشرة ذي تكون عطتكم أشياء أكثر معلومات أكثر ما كنت تعرفونها عن قناتنا وعننا أحنا يعطيكم العافية مرة ثانية نعيد ونقول شكرا لكم جميعا على كل اللي قدمتولنا كل كلمة جميلة تقولونها كل زر لايك تضغطونا كل شير تسوونا للفيديو حتى لو قلتولنا كلام طيب في مكان ثاني زي تويتر وغيرها كلها توصلنا ونشكركم وهذه واحد من الأسباب ومن أهم الأسباب في الواقع اللي تخلينا نستمر ونحاول نقدم أشياء جديدة كل مرة ثانية نقول لكم شكرا لكم وصلنا معاكم نصف مليون وبإذن الله نوصل معاكم مليون وأكثر مع السلامة مع السلامة